السلام عليكم ونهت الله وبركاته ازايكم يا كرام كيفكم كيف الحال والاحواد رب تكونوا بخير في البداية صديقي لا تنساني من اللايك والشير سبسكرايب في القناة وتعمنا بالانتساب للقناة وتفعيل ميز التشكرات اليوم ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن كيفية تركيب الدائرة الكهربائية الأساسية لتشغيل المحركات الكهربائية تركيب الدائرة الكهربائية الأساسية لتشغيل المحركات الكهربائية بتطلب معرفة بسيطة بالكهرباء والتوصيلات الكهربائية فيما يلي شرح لكيفية تركيب الدائرة الكهربائية الأساسية لتشغيل المحركات الكهربائية الخطوة الأولى توصيل المحرك بمصدر الطاقة الكهربائية يتم توصيل المحرك بمصدر الطاقة الكهربائية عن طريق توصيل الأسلاك الإيجابية والسلبية للمحرك بالموصلات المناسبة في مصدر الطاقة الكهربائية رقم اتنين توصيل البداية بالمحرك يتم توصيل البداية ستارتر بالمحرك عن طريق توصيل أسلاك الإيجابية والسلبية للبداية بالموصلات المناسبة في المحرك رقم ثلاثة توصيل البداية بمصدر الطاقة الكهربائية يتم توصيل البداية بمصدر الطاقة الكهربائية عن طريق توصيل أسلاك الإيجابية والسلبية للبداية بالموصلات المناسبة في مصدر الطاقة الكهربائية رقم أربعة توصيل الحماية الكهربائية بالدائرة الكهربائية يتم توصيل الحماية الكهربائية بالدائرة الكهربائية عن طريق توصيل أسلاك الإيجابية والسلبية للحماية الكهربائية بالموصلات المناسبة في الدائرة الكهربائية رقم خمسة تجميع الأسلاك يتم تجميع الأسلاك الموجودة في الدائرة الكهربائية بحيث تكون مرتبة ومرتبطة بشكل صحيح رقم ستة اختبار الدائرة الكهربائية يتم اختبار الدائرة الكهربائية بعد التجميع للتأكد من عملها بشكل صحيح يجب الانتباه إلى أن تركيب الدائرة الكهربائية تشغيل المحركات الكهربائية يتطلب الحصول على المواد الكهربائية اللازمة والتوصيلات الكهربائية الصحيحة ويجب الحرص على توصيل الأسلاك بشكل صحيح وبدقة لتجنب أي خطأ قد يؤدي إلى الإصابة بالصدمة الكهربائية أو التلف في المحرك أو الدائرة الكهربائية لحد هنا أرى لكم حالك تسفات معلومات حالك تسفات لايك وشير وقام حالك تشوفنا سبسكراه في الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته